متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة إن شاء الله حجاوبكم على سؤال من الأسئلة اللي بتجيلي كتير وهذا السؤال متعلق بكتابة الأوامر خصوصاً لو أنت عايز تكتب أمر تنشئ بيه فيديو بالذكاء الأسطناعي المشكلة اللي بتقابلك هي أن أنت تكتبه بشكل احترافي يطلع المشهد زي ما أنت عايزه بالضبط من ناحية المكان من ناحية الشخصية من ناحية النوع الخاص بالفيديو رعب خيال علمي غموض وأيضاً المشكلة بتكون أن أغلب نماذج الذكاء الاصطناعي ده لو ما كانش يعني 95% منها ما بتدعمش إلا اللغة الإنجليزية في كتابة الأوامر عشان كده النهاردة هقولك على أسهل طريقة وأنا بستخدمها على طول علشان أنشئ مشهد وحطبقه النهاردة على VEO3 يلا بينا نشوف الموضوع ده هيتم إزاي دايةً أنت بتروح على شات جي بي تي شات جي بي تي ده يعني أنا بعتبره المساعد الشخصي اللي أنا بستخدمه طول اليوم فأي طسك بعمله لأنه فعلاً بيفيدني بشكل كبير جداً جداً وحيفيدك وكمان في الخطة المجانية عادي أنت بتستخدم شات جي بي تي فورقه في الخطة المجانية فأنت مش محتاج للخطة المدفوعة هنا أنا هبتدين أن أتكلم معي كأني بالضبط كده بقونش حوار معي ودي الطريقة بجد اللي فعلاً بتكون أنا من وجهة نظري أفضل طريقة علشان بيكون في إنتر أكشن والإنتر أكشن بيكون من خلال الأسئلة اللي هو بيترحق وأنا بجاوب عليها فبديله الصورة العامة اللي عليها بينشئ في الآخر خالص النص هنا قلت لول هل يمكن أن ساعدني في إنشاء مشهد سينيمائي هوليودي طبعاً اعذروني لو في أي كتابة غلط يعني دي حاجة خارجة عن إراضتي هو بيفهم مش محتاج أن أنا روح أصحح أي حاجة سينيمائي هوليودي احترافي فقال لي أكيد فقط أحتاج منك بعض التفاصيل عشان أقدر أكتب لك مشهد قوي ومتقن خد بالك أنا لما سألته هنا قال لي أنا محتاج منك بعض التفاصيل فأعطاني بقى الأسئلة دي أنت عايزة نوع الفيديو إيه أكشن دراما خائل علمي رعب وغموض بالتالي هو بيفتح عندي كمان أنه يعني يديني أفكار يعمل زي كده برينستورمينج يعني عصف زهني الزمان والمكان متى وأين يدور المشهد هل هو زمن معاصر هل في المستقبل فقارية في مدينة في كوكب عدد الشخصيات الرئيسية في المشهد إيه وإسم أو وصف مختصر ليهم لو حابب يعني مش حنحتاج حتة الجزء بتاع الإسم ده ممكن الوصف طبعا ما الذي يحدث في هذا المشهد هل هو هروب هل هو مواجهة هل هو كشف سر هل تريده بسيغة نصية زي سيناريو سينمائي سكريبت ولا وصف مشهد أنا أحتاج بطبعا سين ديسكريبشن لأن أنا عايزة أعمل فيديو هل تريده بالإنجليزية أم بالعربية أنا حبتدي أقول بناء على اللي هو عاطيه لده اللي أنا عايزاه هنا أعطيني مثال كمان عشان لو أنا يعني إيه الوصف في مدينة مستقبلية مضطربة يقتحن بطلانا مختبرا سريا بحثا بيديك مثال على المشهد أنا قلت له المشهد خيال علمي المكان في كهف مظلم داخل جبل والشخصية هو رجل عمره أربعون عاما ويرتدي بنتال بني وقميص أبيض يحمل شعلة من النار في يده لتضيق له المكان كل الحاجات دي أنا كتبتها بناءا على اللي هو عطيه لي في الأول ساعدتني أن أكتب له الموضوع بشكل مرتب ومفصل والذي يحدث هنا أنا أعطيت طبعا وصف للرجل أنا هنا بديله اللي هيحصله أن الرجل يحاول أن يستكشف المكان وهو يشعر بالخوف وأريد بصيغة تسمح لي بإنشاء المشهد باستخدام أحد أدوات الذكاء الاصطناعي وباللغة الإنجليزية اديني النص باللغة الإنجليزية وقلت له لا تنسى أن تقوم بإضافة حركة الكاميرا والإضاءة مهمين جدا في إنشاء أي مشهد خد بالك الكاميرا والإضاءة دول مهمين جدا مش كل نمزج الزكاء الاصطناعي ممكن تلاقي فيها تحكم في الإضاءة أو في الكاميرا ويفضل أنه يكون في الأمر حتى لو كان موجود فيه هنا قال لي رائع بناء على وصفك إليك مشهد سينمائي مكتوب بطريقة احترافية ومناسبة لإنشاء مشهد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل أدوات توليد الفيديو أو الأنيميشن أو مشاهد الألعاب بيشمل وصف المكان أو صف دقيقة للشخصية حركة الكاميرا توزيع الإضاءة الجو العام اللي هو بنا عن المؤثرات الصوتية والمرئية وده بيفيد قوي لو أنت مؤثرات الصوتية إحنا النهاردة حنستخدم فيه وثري فهينفعني قوي موضوع المؤثرات الصوتية ده لو موجودة في الوصف أو في النص هنا ابتدى أنه هو يديني الأمر وأنا طبعاً عايزة حاجة خيالة علمي فقادي الأمر بتاعي الأمر كله والكاميرا موفمنت واللايتينج والساوند كل حاجة موجودة والموت ابتديت إن أنا أخده واروح بيه على فين؟ ابتديت إن أنا روح بيه على كانفا وأنا كلمتكم من كانفا دلوقتي موجود فيه إنتاج فيديوهات في الخطة البرو وليك خمس فيديوهات في الشهر باستخدام فيه وثري يلا بينا نشوف إزاي هنستخدمه على كانفا ابتدي إن إحنا نروح على كانفا دوتكم ومن كانفا دوتكم حدثي تروح على كانفا إي آي كانفا إي آي هيظهر عندي كريات فيديو كليب أتمنى يكون كريات فيديو كليب ظهر للجميع وزي ما قلت لك هو موجود في البرو بلان فإحنا هندوس على كريات فيديو كليب وحنبتدي نحط الأمر بتاعنا زي ما هو يعني أنا مغيرتش فيه أي حاجة وهنا ممكن يعني زيادة تأكيد تخلي المشهد سينيماتيك الأسبكت ريشو طبعا من المهم تحدده 16-9 الديوريشن هو 8 ثواني الحاليين موجود الكاستم ديوريشن لسه مش موجود كامينج سون تقدر أنت تتحكم فيه مدة الفيديو وبالنسبة الفريمينج عايز تسيبه زي ما هو دي حاجة ترجع لك هو موجود في الأمر واللايتنج برضو عندي موجود في الأمر زي ما أنتوا شايفين أمر كامل متكامل من ناحية الوصف والكاميرا موفمنت واللايتنج والساوند كمان اللي حيظهر فيه الفيديو زي ما قلتلك أنا بستخدم VEO 3 هنتقل بعد كده ودوس أنتر ونشوف بقى الفيديو بتاعنا بعد ما تم إنشاءه وهو ما خدش فعلا يعني يمكن أقل من 2 مينتس كمان وقالك هياخد 2 مينتس ولكن هنشوف دلوقتي مع بعض الفيديو بتاعنا تم إنشاؤه في الفول سكرين وحقولك ركز كده مع الفيديو ده وركز في الفيديو اللي حتشوفه دلوقتي في الفول سكرين زي ما أنتوا شايفين هتلاقوا الفيديو ده الجودة بتاعته أعلى من الجودة اللي شفتوها في الفيديو ده اللي قدامنا عملتنا إيه بقى أنا استغليت أبليكيشن موجود داخل كنفا يعني ما طلعتش برة كنفا وحتعمل إيه في الحالة دي هبتدي أدوس على الفيديو حينتقل للإدتينج ممكن أعمل عليه إدتينج في الألوان أعمل اللي أنا عايزة أقل المدة أصرع اللي سبيد اللي أنا عايزة ممكن أعمله فيه أعمل ميوت بالصوت لكن هنا أنا مش هعمل الكلام ده أنا حبتدي أروح للأبليكيشنز ومن الأبليكيشنز هبتدي أختار أبليكيشن اسمه فيديو أبسكيلر فاكر كده الإمج أبسكيلر أنا هختار الفيديو أبسكيلر وبما إن الفيديو مدته قصيرة والفيديو أبسكيلر بينفع مع الفيديوهات الصغيرة في الحالة دي أنا هعمل إيه؟ في الحالة دي هروح أقوله أبسكيل ريزوليوشن هنا بيقولي الكارنت ريزوليوشن أو الجودة حاليا 720 بيكسل ده ممكن تعملها لحد 4K وده اللي إنت شفته من شوية على الفيديو اللي كان موجود بالفول سكرين وكمان تقدر أن إنت تعمل إنهانسمنت اللي ستايل لكن أنا مش هعمل الكلام ده أنا عايزة بس تيمبروف الكواليتي بتاعته بشكل عام وحبتدي إن أنا أعمل أبسكيل فيديو حياخد منك حوالي من 5 ل7 دقيق ممكن 10 دقيق ولكن في الآخر خالص حيعمل لك أبسكيل للفيديو بتاعك وحيرفع لك جودة الفيديو بتاعك لحد 4K فأنت هنا استغليت أيضا الأبليكيشن الموجود داخل كنفا عملت الفيديو بالفيو 3 وكمان عملت أبسكيل للفيديو بتاعك فرفعت الجودة بتاعت الفيديو حبيت إن أنا برضو يعني أركز معيك على هذا الطبيل إنه ممكن ينفعك في الفيديوهات اللي الجودة بتاعتها ضعيفة بشكل عام الشرط بإنتاج VO3 أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة حاولت إن أنا بستطلق المعلومة قدر الإمكان فأتمنى أسمع رأيكم في التعليقات ولكنت من متابعين الأعزاء متنساش اللايك وشير والكومنت ولكنت بشوفنا الأول مرة متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة